رابعا مضاعف الاقتصاد المفتوح تحدثنا في السابق وفي مضاعف الاستثمار ومضاعف الاستهلاك الزاتي ومضاعف النفاق الحكومي وكنا بنفترض ان احنا بنتحدث عن اقتصاد يعني مغلق يعني ليس للقطاع العالم الخارجي اي دور في الاقتصاد والان نفترض ان احنا لا في اقتصاد مفتوح وان فيه تجارة خارجية او تجارة دولية وبالتالي لازم نحسب اثر صافي الصادرات على الدخل القومي فهنا بنفترض ان الواردات دل في الدخل وتأخذ الشكل التالي الواردات بتاعتنا هتأخذ الشكل التالي اللي هو الام كابتل بتساوي ام زيرو زائد ام سمول ضرب الواي على اعتبار ان الام زيرو هي الواردات التلقائية والتي قد تكون في شكل مساعدات او اعانات وان الام سمول هي الميل الحدي للاستيراض ودلوقتي عايزين نعرف ازاي هنشتقى مضاعف الاقتصاد المفتوح ومستوى الدخل التوازوني رياضيا على النحو التالي بصوا معايا كده على النحو التالي معادلات سهلة وبسيطة بنقول ان المعادلة الاساسية بتاعتنا اللي احنا دايما نتكلم عليها ان الواي بيساوي السي زائد الاي زائد الجي زائد الاكس ناس الام المعادلة دي تحدثنا عليها كثيرا ومرارا فبنقول دلوقتي على اعتبار ان السي بتساوي الاي زائد البي واي برضو عارفين ان السي بتساوي الاي زائد البي واي وهنفترض ان الاي اللي هي السيصمار بيساوي الاي زيرو رقم سابت وان الجي هي بتساوي الجي زيرو الانفاق الحكومي رقم سابت وان الصادرات الاكس بتساوي برضو الاكس زيرو رقم سابت طيب واي تاني وهنفترض كمان ان الام بتساوي الام زيرو زائد الام واي طيب كل كلام ده نعمل به ايه؟ هناخد كل قيمة من هذه القيم اللي احنا كلمنا عنها اللي هي المعادلات الخضراء اللي احنا بنفترضها ديت ونعوض عنها في قيمة في معادلة الدخل القومي اللي هي معادلة الدخل للتوازن فبنقول دلوقتي هنشيل الـ C ونحط قيمتها هنشيل الـ I ونحط قيمتها هنشيل الـ G ونحط قيمتها الـ G0 هنحط الـ X بالـ X0 وبعدين نشيل الـ M ونحط بدلها المعادلة اللي هي M0 زاد الـ M و Y على اعتبار ان فيه هنا سالب نخلي بنا منه السالب ده لما هيتدرف في ال M0 هيبقى سالب M0 وبعدين لما هيتدرف في ال MY هيتبقى سالب MY على النحو التالي بصوا معي كده أصبحت ال Y بتساوي ايه بصوا كانت الأول ال Y بتساوي C زائد ال I زائد ال G زائد ال X نقص ال M C بقت ايه A زائد ال BY على اعتبار ان انا شلت C وحطيت بدلها قيمتها اللي هي ال A زائد ال BY بعد كده حطيت قيمة مين حطيت قيمة ال I اللي هي شلتها وحطيت بدلها ال A ال I زير طيب وبعدين ال G شلتها وحطيت بدلها ال G زيرو وبعدين ال X شلتها وحطيت بدلها ال X زيرو كل ده من ال A الحاجات اللي احنا حطناها وبعدين شلت ال M وحطيت بدلها قيمتها بس ما اعتبار ان فيه سالب هنا هيت السالب دي لما بتتضرب فيه ال M0 بتبقى سالب M0 وبعدين السالب دي تتضرب فيه ال MY هتبقى سالب MY ايه اللي بقى بعد كده هأخذ ال-Y وحطها كلها في طرف واحد هنا Y هيه؟. هاجيب ال-Y تن فيه هنا ال-PY هاخدها وحطها ليمة تنين هتبقى سالب-PY إليه لا؟ فيه Y تن فيه Y تن فيه سالب-M-Y السالب-M-Y هاخدها من هنا وضيها ليمة تنين هتبقى موجب-M-Y يبقى الطرف اللي على الشمال دلوقتي أو اللي على اليسار اللي هو بيساوي E-Y ناقص ال-BY زايد ال-M-Y الكلام ده كله بيساوي السوابت المتبقية على مين اللي هي A زائد I0 زائد G0 زائد X0 ناقص M0 طيب كلام سهل ووسيط وواضح إيه اللي هيحصل دلوقتي هاخد دلوقتي Y عامل مشترك من الطرف اللي فيه في الشمال أو في اليسار لما أخد Y عامل مشترك يتفضل لإيه هنا لما أخد Y من Y هيتفضل هيتفضل 1 صحيح طيب لما أخد Y من هنا من السالب Y هيتفضل هيفضل سالب B طيب لما أخد Y من الـ M Y هيتفضل إيه هيتفضل M إيه في القوس إيه كلام ده بيساوي في الطرف اليمين السوابت كما هي ما حصلش فيها أي حاج طيب كلام بسيط لابنا في دلوقتي حبيت أتخلص من الواحد ناقص B زائد M عشان أطلع قيمة الدخل التوازني أقول بكسمة الطرف اليمين والطرف الشمال اللي اتنين هقسمهم على القوس 1-B زائد M طب لما أقسم الطرفين على 1-B زائد M إيه اللي هيحصل هحصل على المعادلة الأتية اللي هي ال-Y لواحدها لأن خلصت خلصت من القوس بتاعها لأن أسمت عليه يبقى كلام ده بيساوي إيه بيساوي الطرف اليمين على القوس اللي هو إيه الطرف اليمين على القوس اللي هو إيه زائد I0 زائد G0 زائد X0 ناقص M0 كل ده نلاحظ كده 1-B زائد M وهي دية وهي دية قيمة المضاعف في الاقتصاد المفتوح نلاحظ تاني إنه قيمة المضاعف في الاقتصاد المفتوح هي نفسها تقريبا نقريبا بنقول تقريبا نفسها قيمة المضاعف في الاقتصاد العادي اللهم إننا إحنا بس إيه كل الحكاية زودنا إيه زودنا M اللي هي M small اللي هي الميل الحدي للاستيراد يبقى إذن معدد دخل التوازن بتساوي 1 على 1 ناقص الميل الحد الاستهلاك زائد الميل الحدي للإستيراد واحد على واحد ناقص الميل الحدي للإستهلاك زائد الميل الحدي للإستيراد الكلام ده كله ضرب السوابط طيب ممكن يبقى إذن الميل الحدي للإستهلاك زائد ميل الحدي للإستيراد ممكن ناخد مثال سهل وواضح في هذا الموضوع بقول إذا علمت أن الميل الحدي للإستهلاك في دولة ما كان يساوي 3 من 10 وكان المل حد الاستهلاك يساوي 8 من 10 وما هو المطلوب؟ المطلوب يحسب لنا مضاعف الاقتصاد المفتوح طب بمنتهى البساطة احنا لسه قايلين ان مضاعف الاقتصاد المفتوح بيساوي ايه؟ بيساوي الامر بيساوي واحد على واحد ناقص البي زائد الام تمه البي اللي هي المل حد الاستهلاك 8 من 10 والام اللي هي المل حد الاستيراد كام؟ اللي هو 3 من 10 يعني الكلام ده بيساوي بمنتهى البساطة واحد على واحد ناقص 8 من 10 زائد 3 من 10 يعني بيساوي 1 على 2 من 10 طبعاً اعتباراً 1 نقص 8 من 10 2 من 10 زائد 3 من 10 يعني 1 على نص يعني بيساوي 2 خامساً المضاعف العكسي رأينا فيما سبق يعني فيما سبق يعني ذكره تحدثنا عن تأثير الزيادة في إحدى مكونات الناتج المحلي الإجمالي يعني تحدثنا في تأثير الزيادة في الاستصمار الزيادة في الاستهلاك الزياتي الزيادة في الانفاق الحكومي كلها تعني الزيادة 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 وتأثير هذه الزيادات على الناتج المحلي الإجمالي أو على وضع التوازن للدخل القومي الآن نشوف الحكاية العكسية هو إيه اللي هيحصل لو حصل العكس لو حصل انخفاض في مثلا الاستهلاك أو حصل انخفاض في الانفاق الحكومي أو حصل انخفاض في الاستهلاك يعني يحصل إيه أو ما هو تأثير الانخفاض في مثل هذه المكونات اللي هي بتكون الناتج المحلي الإجمالي أساساً وما تأثير هذه الانخفاضات على الدخل القومة هل هيحصل تأثير عكسي؟ نعم هيحصل تأثير عكسي طب ما الدليل على ذلك نبص مع بعض الدليل في المثال البسيط اللي معانا بنوع الدولات في المثال اللي هو رقم 5 بقونه على افتراض أن الانفاق الاستهلاك الذاتي بتاعنا انخفض بمقدار 400 مليون دولار وكان الميل حد الاستهلاك 8 من 10 أوجد كيمة المضاعف الثاني حاجة مقدار الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يبقى دولاتها يحصل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الاستهلاك يبقى المضاعف العكسي بتاعنا بيحكي فيه؟ بيحكي فيه أن لو انخفض ما هو التأثير على الناتج المحلي أو الدخل القومي نتيجة الانخفاض في إحدى المكونات التي تشكل مجتمع مع بعضها الناتج المحلي الإجمالي تأثير انخفاض إحدى مكوناته فيه فيه تأثير عليه هو ذاته فبنقول دلوقتي بيقول لنا في المثال وجد ما يلي قيمة المضاعف مقدر الخفاض في نتج المحلي الإجمالي كلام سهل وكلام بسيط قيمة المضاعف بتساوي M41 على 1 ناقص B اللي هو الملحة للإستلاك يعني الكلام ده بيساوي 1 على 1 ناقص B اللي هو 1 على 1 ناقص 8 من 10 يعني 1 على 2 من 10 يعني بيساوي 5 كلام مواضح وبسيط طيب الحاجة سنبقى لك مقدر الخفاض في نتج المحلي الإجمالي بنفس المنطق كنا بنقول إن الدلتا Y بيساوي إيه هتقول لي بيساوي الدلتا إيه بيساوي إيه الدلتا إيه في قيمة المضاعف طيب بيبقى كلام ده بيساوي إيه طيب الدلتا إيه بتاعتي إيه الدلتا إيه دلوقتي قال لي دلوقتي حصل انخفاض في الاستهلاج بمقدار 400 مليون دولار يبقى سالب 400 ولا بقول 400 إن قلت 400 يبقى فيه زيادة لكن أنا بقول لازم أقول فيه أقولها سالب 400 سالب 400 يعني إيه يعني انخفض الاستهلاج بمقدار 400 في كيمة المضاعف اللي لسه حسبه 5 يبقى 5 في سالب 400 بيساوي سالب 1000 يبقى إذن حصل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أو في الدخل القومي بمقدار 2000 سالب 2000 يعني انخفض الدخل القومي بمقدار 2000 نتيجة انخفاض الاستهلاك بمقدار 400 وهو ده المضاعف العكسي اللي بيحكينا في تأثير الانخفاض في إحدى مكونات الناتج المحلي الإجمالي سواء كانت الانخفاض ده في الاستهلاك أو الاستصمار أو الرفاق الحكومي وتأثير هذا الانخفاض على التغير بالنقص طبعا في الدخل القوم